السلام عليكم. طبعا عارفين ان راشيد حمامي طالع في حلقة في رمضان ده بيهاجم فيها الاسلام. انا هرد عليه الان من ايه? من لسانه ومن مذيعيه ومضيفيه. دمروا عقيدته بلسانهم. تعالوا نسمع الفيديو ده ونعلق عليه. نعم. اه اول شي اختنا عيمة نشكر رب على خلاصك. نشكر رب على النعمة. هللويا مبروك عليك. ياريت بعرف ازغرت كنت بعملك آآ زغروتها. انطمدا. لكن كمان بدي يقول للاخوة آآ الي عم بيسمعونا واللي عم بيشوفونا. احنا كستات. كستات. exhaustion. مش هنجذب من اولها كستات. نعمة هللويا مبروك عليك. ياريت بعرف ازغرت كنت بعملك زغروتها. لكن كمان بدي يقول للاخوة آآ اللي عم بيسمعونا واللي عم بيشوفونا. احنا كستات. كدابة. مش راكدين وراء أنه نحن حقوق المرأة وإلى آخره زي ما نشوف بالبلاد الأوروبية والأمريكية وغيره لكن بدنا نعرف أهلي أهلي الإسلام ساعدوني إفهم نحن مش عم نطالب بحقوق المرأة أبدا لكن الإله العادل هل من عدله هو أنه يخلي المرأة تكون بحكم بطريقة نجسة لكن الإله العادل هل من عدله هو أنه يخلي المرأة تكون بحكم بطريقة نجسة لا مش إحنا اللي عندنا أن المرأة نجسة أبدا المفروض يا جامعة الخير أن الواحدة دي المفروض أن هي بتقول أن هي تنصرت مع أن دي شكلها كده بيوحي أنها يا يهودية يا ملحدة ما تعرفش حاجة عن الإسلام فجاي المفروض قدام رشيد مع رشيدة بوحمامة تقول هل من عدل الإله العادل أن يقول ويجعل المرأة في حكمة أو يقول عليها نجسة عايزة تقصد أنه لا في الإسلام هل إحنا في الإسلام بيقول أن المرأة نجسة لا المرأة نجسة حال حيضها ولا ولادتها ولا حملها ولا في أي وقت من أوقاتها بنص قاطع من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه في صحيح البخاري ومسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لقياه في طريق من طرق المدينة وهو جنوب اللي هو أبو هريرة فانسل منه فاغتسل فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما جاء أبو هريرة أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله إنك لقيتني وأنا جنوب جنوب يعني نام احتلم مثلا وهو نائم يحتاج للغسل فقال فكرهت وأنا جنوب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل ركز دي في اللي جاية فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس خلي بالك كلمة المؤمن دي لا تطلق على الذكر فقط عند المسلمين لا تطلق على الاتنين يعني إن المؤمن سواء ذكر أو أنثى مسلم أو مسلمة لا ينجس لا خلي بالك حلقة النهاردة إحنا لسه ما بدأناش إحنا لسه بنماهد لمعانا الأنبى بشوي ومعانا الأب عندهم داود لمعي من أكبر وقلماء ومفسري المسيحية في تفسير النص عن ربهم يعني تخيل اتهموا المسلمات بما حصل من ربهم في صحيح أيضا في الصحيح في صحيح مسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة ناولين الثوب الهدوم الملابس فقالت إني حائض فقال إن حائضتك ليست في يدك تخيل حتى لو حائض ليست بنجس لا تنجس غيرها بينما كتابهم إلى آخره زي ما بنشوف بالبلاد الأوروبية والأمريكية وغيره لكن بدنا نعرف يعني الأخوة أهلي أهلي الإسلام نحن لا أهلك ولا نتشرف بك أصلا أنت ينكر بالنسبة إليّا ولكن أنت تسألي بتقولي إيه؟ باللوز إيه؟ دوني إفهم نحن مش عم نطالب بحقوق المرأة أبدا مرأة إيه؟ هو أنت فاكره نفسك مرأة؟ يا أولي أبنصف المرأة أوليّا بس الشاهد بدك تفهمي إيه؟ لكن الإله العادل هل من عدله هو أنه يخلي المرأة تكون بحكم بطريقة نجسة؟ لكن الإله العادل هل من عدله هو أنه يخلي المرأة تكون بحكم بطريقة نجسة؟ النجسة والله ما في الإسلام عندنا أدلة بتبين ان المرأة عندنا مش نجسة بل انت من في عقيداتك وكتابك اما المرأة تكون نجسة منجسة لغيرها بل ام الرب بتاعك والله يا اخوة ام الرب بتاعهم كانت نجسة وتطهرت على حسب شريعة موسى بل ده الرب بتاعهم نفسه نجس انا عايز اجيب الادلة اسمع الادلة من اكبر علماء المسيحية لكن نسمع من الاول الكتاب من بني اسرائيل قائلا اذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة ايام كما في ايام طمث علتها تكون نجسة مبروك مبروك ده زفر اللوين صح 12 يا اخوة وان ولدت انثة تكون نجسة اسبوعين كما في طمثها ثم تقيم ستة وستين يوما في دم تطهيرها حصل واذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة ايام تكون في طمثها وكل من مسها يكون نجسا الى المساء حصل وكل ما تتجع عليه في طمثها يكون نجسا وكل ما تجلس عليه يكون نجسا وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء تخيل حتى لو لمست ده حسب المرأة بحسب الكتاب المقدس لو افترضنا امرأة الان عندها بحسب الكتاب المقدس عندها الدورة ها وانمت على فرشة وانت لمست الفرشة دي ها تكون نجسا للمساء طب لمستها تكون نجسا للمساء طب اعدت على الكرسي اللي قاعدت عليه تكون نجسا للمساء طب لمست اقرة الباب تكون نجسا للمساء الشاهد ازا كان عندها المرأة المفروض ياخدوها يحطوها في اي مكان بعيد خالص خالص خالص. يخرجوها من الكوكب. وإلا هتنجس الكوكب. ده عندنا في الاسلام? لا مش عندنا في الاسلام. والله ما عندنا في الاسلام. الرسول عندنا في الاسلام. قال اينا المؤمن لا ينجس. وخلي بالك انا لسه ما بدأتش زي ما قلت لك. انا لسه بمهد للحلقة. ها? هاللويا مبروك عليك. مبروك عليك الخلاص. كنت بعمل زغرات يا عبد. وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. وان كان على الفراش او على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا الى المساء. كل ده المقى عندهم. وان اتجع معها رجل فكان تمثها عليه يكون نجسا سبعة ايام وكل فراش يتجع عليه يكون نجسا. ركز لي معلش. واذا كانت امرأة يسيل سيل دمها اياما كثيرة في غير وقت تمثها او اذا سال بعد تمثها فتكون كل ايام سيلان نجاستها كما في ايام تمثها. انها. انها نجسة. انها نجسة. انها نجسة. هاللويا مبروك. نجسة. انها ناجسة. هاللويا مبروك عليك انت ورشيد. معلش وقفول يا جماعة الخير. اول النص ده بيقول ايه? طبعا الكلام ده هتلاقوه سفر اللويين اصحى خمستاشر. اول الكلام ده بيقول قال كلم الرب موسى قائلا يبقى المفروض ان هذا كلام الرب موسى. من الاله الذي قال هذا الكلام? المفروض انه اله العهد القديم هو هو اله العهد الجديد. يعني المفروض ان ده يسوع. القائل هذا الكلام مين يا شباب? المفروض يسوع قبل التجسد. ممكن تركزولي شوية? يسوع قبل التجسد قال ان المرأة الذي يأتيها العذ دورة او تلد او تحبل او 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 تلد او تكون في نفاس تكون نجسة لمدة سبع تيام. احنا في الاسلام بنؤمن بكده? الاجابة لأ. بينما رشيد اللي معانا حالا ومستضيف هذه الاراجوزة بيقول ان الكلام ده موجود عندنا في الاسلام. وهذا كذب. بينما رشيد بيؤمن بالكلام ده. ان المرأة تكون نجسة سبع سيام. احنا ما بنؤمنش بالكلام ده. هو بيؤمن. فباعترفه هو يكون ابني ايه? تاني. ان كانت امه كما يقولون ان هي مسلمة. وهذا اشكه فيه. اشك ان اصلا رشيد ده من يهودي المغرب. لان في المغرب يهود. لكن ما اشك ابدا ان ابوه امه مسلمين. لكن اين افترضنا انهم مسلمين? اين افترض? ان انهم مسلمين. افترضنا جدل ان يعني. يبقى رشيد. رشيد. باعتقاده بالكتاب المقدس. يبقى ابن ايه? ابن نكسة. والله العظيمة كلامي. ده كلام الكتاب. ازاي ابن نكسة محمد? احنا قلنا ان احنا في الاسلام لا نؤمن بهذا الكلام. لكن رشيد يؤمن بهذا كلام. كلام الرب. ورجعه مع بعض تفسيره لنشد الانشاد. ومنافحته دوما عن العهد القديم. اذا هو يعتقد ان العهد القديم كلام الاله الايه? الحقيقي. فهو باعتقاده هذا يكون نجس ابن نكسة. ليه يا محمد نجس ابن نكسة? لان المرأة الوالدة عندهم نكسة وكل من مسته يكونوا نجسا. فامه اكيد مسته. فيكون رشيد نجس ابن نكسة. مش كلامي. انت جاهز للصدمة التانية? خش الصدمة التانية. احنا عارفين جميعا ولسه عندنا الصدمة التالتة ما تنسوش الانبا الانبا رفاقيل لسه حجيبه والاب داود لمعه هو بيتكلم عن يسوع نفسه ايه? احنا بنعتقد جميعا وعارفين القصة دي ان بحسب المسيحيات يعني مسيحيا ان يسوع وامه كانوا يهود. يسوع كان يهوديا وامه كانت يهودية. عندما ولدت الام ولدت العذرة يسوع. ولدته على شريعة مين? على شريعة موسى. يعني الكلام اللي فد المفروض في العذرة? اه. طب هل تطهرت على شريعة موسى? نعم. فبشريعة موسى تبقى نجسة بنص شريعة موسى والدليل. في انجيل لوقى اصحح اثنين من اول العدد واحد وعشرين. ولما تمت ثمانية ايام ليختنوا الصبي سمي ايه? يسوع. كما تسمى الملك من قبل ان من قبل ان حبل به في البطل. ولما تمت ايام تطهيرها. مين يا فندم? العذرة? ام الرب بتاعهم. تطهيرها حسب شريعة موسى. يبقى المفروض ان ام الرب بتاعهم تطهرت حسب شريعة موسى. حسب شريعة موسى. الولدة تبقى ايه? تبقى نجسة ولا انا بألف? يعني تخيل ان رشيد العبيد بهاجب الاسلام بما في ام ربه. رشيد ان نعلى اي مسلمة? ان نعلى اقل مسلمة هو اطهر منك ومن امك يا رشيد. بل بالعكس. ده اطهر من. هنقول كمان اطهر من ام الرب بتاعك. ويجي السائل يقول لي فين على حسب شريعة موسى اللي انت معلم لي عليها اهو. وبتقول لي تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى. اقول لك افتح لي شريعة موسى. هنلاقي بيقول في اللاويين صح 12. كلم الرب موسى قائلا. كلم بني اسرائيل قائلا اذا حبلت امرأة وولدت ذكر تكون ايه? نجسة سبع تيام. والعذرة كانت ايه? كانت على شريعة موسى. وكانت يهودية بحسب اعتقاد المسيحية. اذا كانت ايه? سبع تيام. نجسة ولا انا بألف. انما المسلمة. يقدر. انا على فكرة وعملت تحديات لبعض المنصرين الفشل وطلبتهم بدليل واحد. على ان المرأة تكون ناجسة. باللفز. انا ما اتجيب ليش كلامه. اتجيب ليش ايه بيقوله استنبطاط. انا لما باجي حورك كمسيحية وككتاب مقدس ما باجيب لكش استنبطاط. النص هنا بيقول ناجسة ولا انا بألف? النص بيقول بمنتهى الوضوح ناجسة. يبقى انا مع اللي ما جبتش استنبطاط. ما تجيب ليش ما تستنبط ليش وتخترعلي في الاسلام. لأ اطرح لي النص كما هو. تعالى نخش على المفاجأة الكبرى. المنصرة الفاشلة هي ورشيد جايين يقول لك ويتهموا المرأة المسلمة بانها ناجسة. وقول لك هل الرب العادل? يا بنت ده الرب العادل بتاعك نفس وناجس. وبالدليل والبرهان ناجس وايه? وملعوب. اه اول شي اخت نعيمة نشكر الرب على خلاصك. اهيوة. نشكر الرب على النعمة هللوية مبروك عليك. اهيوة. دريت بعرف ازغرت كنت بعملك ازغروت. الطومي ولا جميلك? البن طوب الطومي بيهم. للاخوة اه اللي عم بيسمعونا واللي عم بيشوفونا. احنا كستات. لأ بص احنا هنمشي مع بعض حلو بس انت تقولي ان انتو كستات وانت كست انت. يا بنت بص في المرأة بنت ده انت اقدر اقولي ده انت فيك رجولة عن رشيد اللي انت قاعدة قدامه. يا بنت ده انت فيك الذكورة عن رشيد اللي انت قاعدة قدامه ده. لكن كمان بدي نعم. نعم. اه اول شي اخت نعيمة نشكر الرب على خلاصك. نشكر الرب على النعمة. هللويا مبروك عليكي. يا ريت بعرف ازغروت كنت بعملك ازغروت. لكن كمان بدي اقول للاخوة اللي عم بيسمعونا واللي عم بيشوفونا. احنا كستات. كدابة. مش راكدين ورا انه نحن حقوق المرأة والى اخره زي ما منشوف بالبلاد الاوروبية والامريكية وغيره. لكن بدي نعرف بدي يعني الاخوة. اهلي اهلي الاسلام. بليز من فضلكم. ساعدوني افهم. نحن مش عم نطالب بحقوق المرأة ابدا. لكن. لانك انت مش منهم. الاله العادل. هل من عدله هو انه يخلي المرأة تكون بحكم بطريقة نجسة. لكن الاله العادل. هل من عدله هو انه يخلي المرأة تكون بحكم بطريقة نجسة. كفرت بربها بل ان ربها نفسه كان نجسا. الكلام ده فيه? الكلام ده فيه التثنية. واحد وعشرين العدد تلاتة وعشرين. فلا تبت جثته وعلى الخشبة بل تتنه في ذلك اليوم. لان المعلق. عارف المعلق يعني ايه? يعني المصطوب. ملعون من الله فلا تنجس ارضك. عارف المصطوب ايه? بينجس الارض. لا يا محمد انت ما عودتنيش على كلامك. انا بقى اسيبك من كلامي وحاجب لك اكبر علماء المسيحية الان وده فيديو حصري. ما عرضتوش قبل كده. انا طبعا جبتلكو قبل كده التفاسير الكتير على الامر ده. يعني على سبيل المثال التفسير بتاع النص ده المين للقمص انتونيوس من اكبر علماء المسيحية العرب في تفسير كتابهم. القمص انتونيوس فكري. شرح الكتاب المقدس تفسير سفر التفنية واحد وعشرين ننزل. اخر قطعة في تفسير صح كله. المعلق ملعون هو معلق بين السماء والارض فهو مرفوض من كلهيمة فلا تنجس ارضك. بقى فيه بينجس اهو. فيه حاجة بتنجس اهو الارض. مش المرأة المسلمة. نعل المرأة المسلمة بشرفك وشرف اللي انت جايبها يا رشيد. فلا تنجس ارضك. اذا كان يجب دفن المسلوب حتى لا تتنجس الارض. يبقى المسلوب بايه? سؤال يبقى المسلوب بايه? من المؤكد ان موسى كتب هذا بروح النبوة عن المسيح الذي بدفنه حمل اللعنة والنجاسة. نا كل مرة بنجيب التفسير ده. لا خد بقى اكبر علماء المسيحية العرب. يقول لا تبيت جثته على الخشب. ما تبيتش الجثة على الخشب. بل تدفنه في ذلك اليوم. لان المعلق ملعون من الله. المعلق ملعون من الله. ليه? لانه هذا الشخص اللي مات ومتعلق جثته قدامهم. لن ناس رادي عليه ولا ربنا رادي عليه. هو مات بخطيطه. مات بجرمه. فيبقى الوضع ده علامة لعنة. ربنا يسوع ترك هذا في الشريعة عشان هو نفسه يجي يعمل ايه? يحمل اللعنة في نفسه. مين? رب? لا 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 معلش 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 معلش. القصة قالك مين اللي تحط على الصريب وشال اللعنة ما هونتا عندك النص ما ينفعش تشال منه حتة. معلق ملعون نجس مباشرة. قال لك مين اسمه ايه? سماء ايه? علامة لعنة. ربنا يسوع ترك هذا في الشريعة عشان هو نفسه يجي يعمل ايه? يحمل اللعنة في نفسه. نعم. الذي لم يحمل خطيه صار خطيه لاجلنا. والعهد الجديد خديس بول الزكرة ان المسيح له كل المجد حقق ده في حياته هو. سحب اللعنة من كل البشر وحطها على نفسه. لانه علق على خشبة عسان اللعنة اللي يستهلوها البشر ما كلنا غلطين غلطنا. حتى لو ما خدناش الرجم والموت. بس احنا كلنا خطاء. وملعونا الارض بسببك يا ادم. اه. اذا اللعنة اذا اللعنة طالت الارض كلها. يقوم ايه? يقوم ربنا يحمل اللعنة دي بصليبه. ربهم بصليبه. ما تنساش ان النص يقول فلا تبت جثته على الخشبة. لان المعلق ما نقول فلا تنجس ارضك. يدفع تمن خطيانه. ويصير هو نفسه كأنه لعنة امامنا. عشان كده كان الرومان يستهينه جدا بالمعلق على خشب. لغاية مقائد المئة الراجل بقى لما يعني حكم عقله شوية ولقى الصخور تشققت والقبور تفتحة. اسمع. فبيقول لان المعلق ما العنم من الله فلا تنجس ارضك التي يعطيك الرب والهك نصيبا. وكأنه لو تركت الجثة معلقة بالايام طبعا الريحة تطلع وتبقى الحكاية صعبة تعتبر نجاسة. فلازم حتى لو علقوه كم ساعة عشان الناس تخاف من ان عقاب الخطيئة موت لازم يدفن. وعشان كده ما كانش يعلق اكتر من نفس اليوم اللي هو فيه. الشاهد. لكن الاستعجال في نزول المسيح من على الخشبة ما كانش بس سببه الحتة دي. المهم. انه ما ينفعش يبات. كان سببه انه خلاص داخلين على السبت. المهم. الشاهد يبقى نص الكتاب عندما قال فلا تنجس. وان النجاسة هنا يتكلم عنها كما في المفسر يقول ان من كان يجب دفن المسلوب حتى لا تتنجس الارض. المسلوب ايه? بكلام المفسر وكلام النص. الكلام ده عن مين? عن الرب بتاع رشيد والهطلة اللي معاه. ومعانا الان شخص من اكبر علماء المسيحية العرب الان الانبا روفائيل والانبا روفائيل ده كان هيبقى البابا بتاع الكنيسة كلها. وهذا الرجل انا اراه من اعلم نصارى العالم كله الان. او العرب عشان ابقى مقيد بس. من اعلم نصارى العرب الان. بيتكلم عن المسلوب ده ايه? ملعون وما لازم ملعون يبقى نجس. نفس الكلمة اللي اتقالت هتمشي على الاتنين ما ينفعش نشيل دي ونشيل دي. هل دي عن يسوع عندهم عن الرب بتاع رشيد والمنصرة اللي معاه? ولنا بتجنى عليهم النص اللي موجود فيه التثنية واحد وعشرين تلاتة وعشرين. بتاع نسمع الانبا روفائيل هيقول ايه? بروح لللعنة سيدنا ويمكن برضو فكرة ليس طليب هو اللعنة? وليه اللعنة مش موجودة في اي عقاب تاني? فالفقر هنا بتقول لانه ان كان قد جاء ليحمل اللعنة الموضوع علينا. فكيف كان ممكناً ان يصير لعنة باي طريقة اخرى ما لم يكن من قبل موت اللعنة الذي هو موت الصليب? لانه هذا. ده ملعون كل ما نعلك على خشبة دي ما موجودة في النموذ بتاع موسى العهد القديم. وقرره معلمنا بولوس الرسول في رسالة افسوس. ان المعلق ملعون. ولذلك كان فيه شريعة موسى ان لو انسان يتعلق على صليب او اي علامة يعني يتعاقب بيها. ويموت ما يبيتوش جسيته لقالة التنجس الارض لانها معناها ان فيه لعنة هنا. طيب. يبقى جسيته بت ايه? بت ايه? اللي بعد. احنا يهمني جدا كلمة اللعنة الموضوع علينا. لان بعض الناس اللي بيعلموا حاليا بدون اصول ابائية ويوحوا للناس ان هو ده كلام الاباء. بيقولوا مفيش لعنة. ايه? خطيئة وبس. وبعدين ماخدناش الخطيئة اخدنا الموت والفساد. مفيش لعنة. والمسيح ما حملش لعنة. القديس افسوس بيقول. ومرتبها على افسوس اثنين اربعتاشر. في لعنة موضوع علينا بسبب الخطيئة. ملعون من لا يعمل بكلمات هذا النموس. قالها موسى. يبقى في لعنة بسبب خطيئة ادم. كما ربنا قاله ملعونة الارض بسببك. في خطيئة فيها لعنة. ركز. وخلي بارك كلمة اللعنة عكس كلمة البركة. فالله يبارك ويلعن. فايه? فالله يبارك ويلعن الله. اما للمنصرين الفاشلة وعيال زكريا بطرس ورشيد العبيط والعيال الجهلة. دول مش مسيحين حقيقيين على فكرة خنوات التنصير اللي بتسبب في الاسلام دي. دول بيكفروا بالمسيحية علشان يدخلوا ناس فيها. تخيل انت من اكبر علماء المسيحية وفعلا الرب بحسب الكتاب المقدس الف الفاس كتيرة لعنة الرب في بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقين وغيره كما في المزامير على ما افكر يعني لكن الشاهد من الكلام الرب عندهم يبرك ويلعن تلاقي المنصرين المتطلون على الاسلام دوما يقول لك الرب لا يلعن الرب لا يلعن الرب لا يلعن الرب. اكبر علماء المسيحية وما تنساش ان النص هنا المصطوب ملعون وايه? خطيئة خطيئة فيها لعنة. وخلي بارك كلمة اللعنة عكس كلمة البركة. فالله يبارك ويلعن. يبارك من يستحق البركة ويلعن من يستحق اللعنة. فاحنا كلنا كنا مستحقين للعنة. علشان يرفع عنا هذه اللعنة. اه. جهة المسيح اخدها في ذاته. وراح محول العلامة بتاعة اللعنة الى علامة باركة. يبقى مين اللي شال اللعنة عندهم? اه? الرب بتاع رشيد. ما تنساش برضو نفس النص قال ان لعنة و ايه? ونجاسة ما ينفعش تشيل الاتنين من بعض. العادل هل من عدل هو انه يخلي المرأة تكون بحكم اه بطريقة نجسة لكن. نجسة يا فندم بمنطقة البساطة كنت انت وامك وام رشيد اللي قاعد اصادك بحسب عقيدتكم انتم وما تعتقدوا وليست المسلمة فالمسلمة طاهرة طفلة وزوجة وام وحامل ومرضع ووالدة وعندها الدورة في كل حالات المرأة تكون نجسة تكون طاهرة بحسب الاسلام لكن بحسب عقيدتكم انتم تكون نجسة بل ان اقل امرأة اطهر من ام انتم تكملوا والسلام عليكم اعمل اللي في الفيديو الجاي عشان يوصلك كل جديد صفحة عليكم صفحة وقناة محمد نصبي المحاور للرد على المنصرين المتطاولين على الاسلام مما يعتقدهم ناس اللي بتشيك من عدم وصول بث المباشر اللي هم في الفيس بوك واليوتيوب لازم يعمل اللي جاي ده ضروري جدا عشان يوصلك كل جديد تيجي على كلمة اشتراك وبعد كده تعمل تفعيل الجرس للكل وكذلك في التليفونات نفس النظام تابع الفيديوهات كلها هنا الفيديوهات المشهورة هنا الفيديوهات الاحداث البس مباشر وهنا الفيديوهات المرفوعة او الباول كذلك الصفحة تدخل الصفحة لازم تعمل اللي جاي ده ضروري جدا عشان يوصلك كل جديد في الفيس واليوتيوب تعمل عجبني ثم تيجي على متابعة ثم تاني اعدادات المتابعة ثم تخلي المفضلة ثم المنشورات تخليها القياسي فيديو كل الاشعارات آآ فيديو بث مباشر كل الاشعارات بعد كده تيجي تحديث كده في الغالبية البث المباشر وغالبية الفيديوهات اللي رفعتها على القناة والصفحة هيوصلك لها اشعارات وحيوصلك كل جديد الناس اللي عايزة ناس كتير اكلمتني عايزة تدعم اعلانات ومحتوى القناة على البيبال ادي البيبال تضغط عليه وانشارة انحيط اللاعك على البيبال وكذلك الباتريون ادي اي مرابط الباتريون والصفحة والقناة يا اخوة ليست معمولة لربح المال ولا هتعمل لربح المال باذن الله ولكن لمتطلبات القناة واعلانات الفيديوهات وما الى ذلك وتابع التويتر ادي تويتر بالعربي وكذلك انستجرام بالعرب محمد نصيف المحاور وكذلك تليجرام